حلام عليك تفاعل خير يا جميلة خير قصة جديدة والله من زمان حربية على الكلمة هذه وأحس أني اشتقت والله العظيم أني أقول لكم قصة ولكن قبما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسوا تضغط على لايك وتشترك قناة وتفعل جرس التنبيهات قصة اليوم لفترة طويلة أبغى أقولها ولكن كنت متخوف أني أقولها وكنت متردد تردد هذا بس عشان بس ما تأخذون صورة سيئة عني والله العظيم وأنا في النهاية أنا إنسان كويس فقيت ما أبغى لكم تأخذون صورة سيئة ما دريني أذكرتكم باللايك والإشتراكه لما أذكرتكم ولكن تسمعني الآن أو تشوفني واضغط على زر اللايك وماشترك في القناة قاعد تنتظر اشتركوا فعل جرس التنبيهات ويلا خلنبدأ قصة اليوم قصة حرفيا علمتني وعرفتني لا تثق في أقرب الناس لك أيام ابتداء يا جماعة الخير كنت أدرس في مدرسة قريباً من بيتنا أجواء المدرسة يا جماعة الخير كانت أجواء طبيعية مرة والمدرسة هذه معروف فيها حرفياً أن فيها مختلط من جميع الجنسيات يعني من أي جهة في الوطن العربي رح تحصل شخص موجود هناك دخلت أولى ابتدائي كنت حرفياً متفوق ثاني ابتدائي متفوق ثالث ورابع ابتدائي كانت أسرع لحظات الابتدائي اللي مرت علي في حياتي تعرفت على ناس هناك وحرفياً أصدقاء الابتدائي مستحيل تنساهم يقعدون كذا في عقلك ما يروحون نهائياً نهائياً ما تنساهم ربعا خلني أشرح لكم حالتي المادية في ذيك الأيام حالتي المادية يا جماعة الخير كان أبوي يعطيني فصحة ريالين والله العظيم أنه كان يعطيني ريالين ثانية الفصحة هذه تكفيني بشكل مرة كبير والله مو مرة تكفيني ولكن أنها تكفف لحقة الفصحة الأولى والفصحة الثانية ما أكل شيء وأغنى واحد في المدرسة كم فصحتها توصل فصحتها يا جماعة الخير إلا ثلاثة ريال أربع ريال هذا غني هذا أبوه يا أسأتر أبوه وزير غناء فاحش لأربع ريال يا أسأتر من معها أربع ريال وأنت صغير في الابتدائي أول في المدرسة إذا معك ريال معناها أنك أنت حرفياً في حالة ممتازة لدرجة أن بعض القطات يا جماعة الخير اللي تصير في الطلعات حقة المدرسة تكون ترى ثلاثة ريال أربع ريال ألمهم يا جماعة الخير صرت يا جماعة الخير أخذي الرينين هادي وأخذ معي من البيت يا جماعة الخير خبزة وجبنة وألفها بقرطاسة وأخذها معي المدرسة وإذا جيت أطلعها بالفصح وإذا أصحابها مشونة تحصلها كده من فغوصة حربياً ولكن نعمة يعني في الأخير راح توكها كنت أكلها ولكن في يوم الأيام يا جماعة الخير تعرفت لي على واحد والله ما لا داعي أقول لكم من وين لأنكم راح تعرفونا من القصة راح تثبتون من وين قال لي وساما وش رايك نشتغل ونبيع أشياء جوى المدرسة ونحاول نجمع فلوس كنت أطيب كيف الشغلة وش نشتغل وش نسوي طبعاً اسم الشخص هذا يا جماعة الخير محمد كنت أطيب محمد وش تبغانا نسوي يعني وش نشتغل وش الشغلة اللي راح تجيب لنا فلوس قالوا وساما انت فكر وإن شاء الله نحصل شي جيب فلوس إن شاء الله إن شاء الله أنه بنحصل شي جيب فلوس كنت أخلص أوكيه تماما وروح لبيت يا جماعة الخير وحاول أدور أشياء قلت هل أبيع مثلاً بساكيت أبيع مثلاً فشفاش أبيع أشياء جوى المدرسة ولكن لو أبغى أبيع هذه يبغى لها راس مال حرفياً عشان أقدر أشتري لي المواد هذه وصير أبيعها في المدرسة قلت خلني راح أبدأ بتجارة بسيطة ورح طرحتها عليه قلت له وش رايك؟ نبيع صور للسيارات يعني شلون قلت له شف أنا عندي حل عندي في البيت طابعة ملونة نطبع فيها سيارات ونبيعها والشي هذا حرفية راح يجبنا فلوس بشكل مرة كثير أعجبتها حرفية كان اللي اسمعوا سامة يلا خنجر وصرنا يا جماعة الخير نطبع والله العظيم كنت نطبع بالطابعات سيارات ونذكر في سيارة كنت طبعها لهي سكلت الجمس عرفتوه كان 2004-2003 ذي كل أيام الجمس وكان فخم من مع السيارة ذي كانت حرفياً أفخم سيارة موجودة حلم أي طفل يركبها قال لي خلاص تمام طبعت جماعة الخير ثلاث أوراق من السيارة هذه والله يا جماعة الخير أني كنت أمر على الفصول وبيع السيارة والصورة الوحدة بثلاثة ريال ودخلين في ناس يجبون فسحتهم بس عشان يشترون ورقة هذه اللي فيها صورة سيارة بثلاثة ريال حرفياً دخلنا فلوس بشكل كبير ذي كل أيام وصرنا يا جماعة الخير نتوسع في هذا الموضوع طبعاً خوي محمد ما كان يأخذ ولا ريال بحب يدخل معي في هذه التجارة قال يا وساما أنا راح أشتغل عندك مسوق في المدرسة شوفه مسوق أنا ما نعرف ذيك اليام مسوق ولكن أجيب لكم بمعناها أنه كان يبغى يشتغل المسوق معنا في المدرسة لأنه راح أمر على الفصول وراح أعلمهم منحنا مبيع صور للسيارات وأي شيء يبغون يطبعونه راح نطبع لهم في اليوم الثاني ومبيعه وكل صورة بثلاثة ريال وقلت من حضر قسمته فليقتسم يا الشيخ روح وروح يا جمعة الخير ينشر موضوع هذا داخل المدرسة وزادوا الزباين وكان يأخذ يا جمعة الخير على كل واحد يجيب ريال أنا أخذ ريالين وهو ريال ليلة من الطابع حقتي وبرضو أنا جايب الفكرة والمسوق حقي فكان يأخذ ريال في يوم من الأيام يا جمعة الخير أخوكم في الله جمع خمسين ريال قررت الآن أني أكبر التجارة وأنتقل لمرحلة أكبر من المعتاد خلاص قرر التجارة أني يكبر اللقمة أبغى أصير غني في ذيكالياء أبغى أصير غني والله لظيف ما يجيكم للجد رحت للمقصف يا جمعة الخير كذا وأنا أظر في المقصف مقصف يا جمعة الخير ما أدري هو اسمه حد الآن مقصف أو لا مقصف اللي تشترون منه الفطور أنا والله ما أدري أنتذكر على الأيام أول كان اسمه مقصف كانت غير والله ما أدري ممكن اسمه بوفي والحين اسمه تسالي والله ما أدري ألمهم يا جمعة الخير مريت المقصف وقعت كذا أنا أظر جمعة الخير تكمل في شفاش هذا يا مدير ولا يقول لي الفشفاش بريال وفي البقالة بنص ريال ولكن كان عقلي يقول كيف راح تقدر تبيع عليهم على الحدان ترى ما بدت القصة بس أبغاكم تعيشون السيناريو معاي ألمهم يا جمعة الخير قلت كيف تقدر تبيع عليهم أخوكم في الله قعد يفكر صد لو أنت شريتها بنص ريال من البقالة وتبغى تبيع عليهم أكيد راح تبيعي بريال نفس المقصف ما راح تشترون منك راح تشترون من المقصف والمقصف هذا كان عندك كل شي يعني مستحيل أنك تفوز عليك كل شي يجيب ألمهم راح تدي معنات خير سألت خوي محمد محمد عندك خبرة كبيرة يعني يعرف كل شي محمد كيف حالك طيب اسمع وش راحك نصير نبيع الفشفاش اللي في نفس المقصف ولكن بسعر أقل ولكن يا محمد يوم رحت المقصف حصلت الله يسلم كل فشفاش بالريال وفي البقالة بنص ريال يعني لو جبناه من بره بنص ريال راح نبيعه بريال ما راح تشترون منه راح تشترون من المقصف يعني نعم فكرك سليب حرفيا راح أسأل أبوي وارجع له قال مم انتظرت اليوم الثاني يا جمعة خير ويجيني محمد للمدرسة وأقابله قالوا والله محمد بشر وش صار قال لي والله يوسامى أني سألت أبوي وقال لي أبوي إن في محل يبيع كياس الفشفاش الكيسة الكاملة بستة ريال يتهيوه وكان فيها حبة قال عشرين حبة كتوب يعني إذا جبنا العشرين حبة هذه بستة ريال وبيعنا الحبة بنص ريال جو المدرسة راح يكون يا جمعة خير ما كسبنا أربعة ريال يتوين المحل هذا فيه ويأشر لي يا جمعة الخير ويعلمني المحل ونعرف المحل المحل كان اسمه العسكر أنا نذكره محل كان اسمه العسكر ويبيع أشياء بالجملة بس ناس يالون موجودة حد لنا وقفل قلت له والله الفكرة جميلة يوم دلني المكان يا جمعة خير واروح الحين أبغى أحد يوصلني طبعا مستحيل أروح أقول لأبوي مستحيل وصلني لا مش عندك قلت يا جمعة خير أركب مع هذول اللي يوصلون فكنت أشوفهم على الشارع يأشرون ويركبون معاهم فقلت بس لازم أأشر نفسهم وأركب معهم والله ما أخفيكم رحضاك اليوم ساعة أربع العصر ووقف على الشارع وأرفع يدي يا جماعة خير كده من بعيد وارفع يدي وارفع يدي اللي يجي واحد رح يددسن طيط 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 وأركب معه قلت له يا عم أبغاك توديني آخر الشارع في محل ناكس من العسكر طبعا أنا راكب وراء أو جنبي ثلاثة من العمالة يعني راكبين جنبي كلام هذا قديم ترى قديم قبل كم يمكن قبل والله ما أدري يمكن 16 17 18 سنة والله قديم كنت صغير يعني بعمر 10 11 سنوات ننظر فيني كذا قال لي انتو شو اسمك انتو طبعا أنا أخوكم في الله يعني تراك تانياتي مرة أنا أنا اسمي وساما كذا كذا حرفيه أنا اسمي وساما هنا أنا ساكن أقول لك كل التفاصيل أي واحد تسألني أول أقول لك كل شيء كل شيء دالي وش عندك وساما إذا أنا بغا أروح المحل أشتري في شافيش والله العظيم قال خلاص بوديك بوديك وعطي طريق جماعة خير يوصل العمال يوصلهم يوديني للمحل وعطيتها ريال وأشتري يا جماعة خير من المحل هذا كيستين بالفلوس اللي جمعتها ما بغا أصرف كل الفلوس وأخذ الكيستين ذي معاي وعود أشتر مرذاني وأركم مع واحد ثاني ويرجعني للبيت رجعني للبيت الآن مرحلة أن أشيل الكيستين معاي للمدرسة هذا شيء صعب وقلت راح أروح المدرسة وحط كتوبي جوه الطاولة وأرجع اليوم الثاني بشنطة فاضية عشان أعبي الفشافيش هذي جوه الكيسة وبيحها داخل المدرسة وأعطيها محمد يتصرف فيها والله يا جماعة خير سويت نفس الخطة وجيت اليوم الثاني وحطيت الفشافيش وضبطت كل شيء ووصلت المدرسة وسلمت محمد لأمانة قال لي خلاص تهم أنا راح أتصرف وضبط لك موضوع من علا لا تشيل حم والله وصدقة يا جماعة الخير كنت أنا جايب كيسة واحدة وحطها جوه الشنطة باعها محمد وجاب لي عشاء ريال خدت الستة ريال اللي هي راس المال وعطيت محمد ريالين وانه ريالين وصورت أشتغل أنا ومحمد صورت حرفية يا جماعة الخير أشتغل أنا ومحمد داخل المدرسة في يوم الأيام حبينا نكبر التجارة والله ترى أدري أنكم تقولون يا ساتر ترى كنت صغير وش هذا اللي قاعد تسويه ترى أوفر ترى اللي قاعد تقول لي أوفر أقسم بلا العظيم ما يجيكم إلا الجد حبينا نكبر التجارة وصورنا نجيب كميات كبيرة يا جماعة الخير يوم الأيام طاع علينا مدير المدرسة مدير المدرسة طاع علينا وحنا قاعدين نبيع جوه المدرسة والله العظيم كأننا قاعدين نبيع ممنوعات أوسامة محمد تعال أنت إياه تعال بنا دينا جوعة الخير يقفل يدخلنا جوه يقفل الباب الآن الناس جاية تستاجر المقصف وانتو تبيعون من ورا المقصف وتخسرون راعي المقصف حق رجال يترزق الله هو كلامه صدق والله كان حق رجال صدقه شوفه يجي يلبقه ولكن ما كنا ندري أنه أن نحسب الفلوس تروح المدرسة والله العظيم وانتو ترضون تخربون الرزقه أحد ومادري إيش خلاص يا أستاذ والله آخر مرة مرة حنعودها ويا لا 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 هناك عدد نسوارف معاه تكفى يا أستاذ ونبص يده ونبص راسه آخر شي رضى قال كم ريال بعته أول ما قال كم ريال نظرت محمد وكذا كنا يبغي يشاركنا يعني قال كم ريال بعته يلا علموني كنا والله يا أستاذ نبعنا وجمعنا الآن معنا 80 ريال ويقوم جزاه الله خير ويأخذ 80 ريال ويروح للمقصة في جماعة خير ويعطيها المقصة يعني أن تعويض الخسائر ريالنا اللي سووها حرفيا أنا زعلت عن رفسي والله في كل وقت وقلت ميد محمد لازم نغير الخطأ ونكبر تجارتنا أكبر وأكبر ولكن ليس داخل المدرسة قلت له اش تريد نسوي يا محمد من هنا يا جماعة خير بدأت نصفة اليوم قال يوساما في حديقة الحديقة هذه نقدر نبيع فيها الله يسلمك بشكل كبير ولكن يوساما يبغالنا نتفضى من العصر لين العشاء من العصر لين العشاء من العصر لين العشاء ولكن ليس كل أيام قلت لك ليس كل أيام بس يوم واحد في الأسبوع لا عندي مشكلة رحنا يا جماعة خير ذاك اليوم الحديقة ولكن قبل ما نذهب للحديقة لازم نشتري بضاعة يا جماعة خير وننزل تحت في الحديقة أنا والله ما ادري ما ادري شو كان جوي ذاك اليوم ما ادري ليه كنت قاعد أبيع ولكن حسيت موضوع فيه فلوس وأعجبني كنا نشتري بضاعة يا جماعة خير ونحطها جوه شنطة ونزليم بالشنطة هذه يا جماعة الخير لين الحديقة والبضاعة كانت قيمتها 40 ريال 45 ريال ولكن كانت كثيرة قررنا نبيع في أول يوم أول ما نزلنا الحديقة حصلنا فيه ناس نعرفهم فيه ناس يعني نعرفهم وكذا من زمان وفيه ناس نعرفهم بعيد وناس سلام وناس أشكال ورشنا يا جماعة الخير البسطة حقتنا وقعدنا نبيع ودخلنا فلوس في أول يوم الأسبوع الثاني من التفقين كان يوم الأربعاء كانت ذلك الأيام الإجازة يوم الأربعاء جينا يا جماعة الخير ووقفنا عند كذا جبنا الشنطة حقتنا وفرشنا ومحمد ما جاء معي قالوا ساما أنا بحط الأغراض وبروح لبيتنا قلت له خلاص ما فيه مشكلة المهم أخوكم في اللا فرش يا جماعة الخير إلا ويجوني اثنين اثنين كذا واقفين يا جماعة الخير ما أدري شبون وقفوا كذا عند البسطة قعدوا يناظرون فيني قال كيف حالك وساما طيب الحمد لله اللي اسمعهم يا جماعة الخير يقولون كلام غريب كذا كلام فيه قرقاس ومرقاس زي كذا كلام ما أدري وما أدري وش اللهجة دي قرقاس ومرقاس وجلداء فيه فيه جلد أنا اسمعت كلمة جلد بس ما أدري وين صدتها دعوذ خير أنا كنت قاعد على حقة المراعي الحمراء اللي كانوا يحطون فيها اللبن كذا غي السلة الحمراء يحطون فيها اللبن ويجبونها ثلاجة المراعي وكانوا يرمونها عند البقالة دائما أنا كنت قلوبها وقاعد إلا اسمع ذاه قرقاس مرقاس برقاس مدروا وشو أنا اسمعت فيه جلد مع قرقاس كذا مع كلمة كذا قرقاس ما ديش يقصدون إلا يا جماعة الخير إلا واحد يصطرني كف أسم بالله العظيم مناظر وأنا تهوني صغير والثاني يا جماعة الخير يدفني طبعا الكف ذي كان مو ذاك الكف القوي لا كف يعني كذا فهمت يعني كف كذا كنا حيوان طعق كذا فهمت والثاني يا جماعة الخير يدفني على الكرسي وطيح ويأخذون الشنطة يا جماعة الخير وينحشون طبعا الشنطة يعني الأشياء اللي جواها قيمتها 45 ريال 45 ريال ذي كلها أيام يعني ميزانيتي الكاملة كلها صرفت في ذيك الشنطة أنا الآن في مرحلة غضب والله يا جماعة الخير ووقف عرجولي وأقعد ألاحقهم 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 حرفيا ما عد عرفت وش يسوي مرة مرة ما عد عرفت وش يسوي يا جماعة الخير صاروا ينثرون الأغراض اللي في الشنطة يمين يسار واللي يأخذ من جيبة وينحشون وأنا كنت أعرف أشكالهم والله إني على ما أقوله شهيد إني كنت مسالم ما أنا كنت رائحة ماني حق شر والله ورأي مشاكل أبد ولكن بعض الأحيان دوما تقولون تخم معي بعض الأحيان تخم تخم وترتفع نسبة المشاكل شوية المهم يسحبونها ويرمونها المهم وأنا الصدقاء عارف أشكالهم من معنا في المدرسة ولكن أعرفهم أشكال ما أعرف أسمعهم وأخوكم في الله وسامة علاق فيكم والله إني صح والله قعد تصيح قعد تصيح والله والله قعد تصيح علاق فيكم صغير يا أخي كنت في ثالث من الرابع أبتداي صارقين شنطة كنهم صارقين فلوس وكأكيد بتصيح والله إني صح مجشفيني قعد أقول لكم والله إني صحت وأنا نادم ولكن والله العظيم إني صحت واطلعوا جماعة خير معا كذا واطلع من عند البيت فيه إشارتين وامشوا وامشوا وانا أصيح 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 إلا محمد وسامة وشفيك قلت والله أصرقوا شنطتي منهم وروحوا ندورهم وما نلقاه أنا حربية جماعة خير ذي كيام يعني بعد ما خلصت المشكة ورجعت البيت شكيت في محمد يعني ممدى محمد يروح على طول الجو وطقوني وخذوا أغراضي وخذوا كل شيء شكيت فيه قلت لا يكون برضو يعني له يد في هذا الموضوع لا يكون فيه صدق متفقين علي لكن قلت ليه يتفق علي وأنا قاعد أجيب للبضاعة وكذا ومبيع ما أتوقع وروح جماعة خير المدرسة اليوم الثانية أرجعت البيت وضعت راسي لكن اليوم الثانين سchluss المدرسة لم يكن اليوم الثاني كان يوم السبت يوم السبت كان ندراسة ونذهب إلى جماعة الخير طبعاً أنني أعرف أن تجسع في الكومتر وأنا نح levET من تجسمي أنا أستحيل من واجت لكي يعلمنا أسمعه طبعاًoch قعدت الدور في المدرسة ولين أق levíتهم ورحت أطولهم محمد كنت لهذه اليوم للذي يدعني كل من earlier هذا يعني يعطاني باسمه وهذا يعطاني باسمه يا لسامة إذا تريد حقك ترى أبوه مدرس عندنا في المدرسة لو تروح تكلمه والله بيطقه لده ها؟ والله مبشينا والله يا جماعة الخير ما يجيكم للجد والعلم الصحيح أخوكم في الله رح تهو شيء لمرشد طلابي مرشد طلابي كانت في علاقة بينه وبين أبوي السلام عليكم كيف حالك أخبارك أستاذي علومك طيب يا أستاذ أنا كذا 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 صار لي وهو تستغرب مني يقول يا أخي أنت عمرك صغير يقعد تسوي الأشياء دي كله يعرف أنه يعني ما من حاجة الحمد لله يعني عندكم فلوس يا مشفوح عندكم فلوس وتروح تذيع بعد ولكن قدر ظروفي ذلك اليام أني أنا شخص أبغى أشتغلوجي الفلوس يعني كنت حس في مسؤولية من يبزر حربيا قال لي خلاص وسامة أوكي منهم معلم الطلاب قال لي خلاص إيه هذا أبوه شوف المدرس كذا 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 رح كلمه هو مدرس اللغة الإنجليزية يا جماعة الخير صار مدرس هذا صار أبوه يا جماعة الخير هو مدرس اللغة الإنجليزية وأروح للأستاذ على الأستاذ يعني برحب فيني توها المادة توها بادية جديدة فهم جايبين مدرس السادس ابتدائي توه ينظاف الإنجليزي حربيا توه ينظاف أول منهج وروح أكلم الأستاذ هذا السلام عليكم كيف حالك طيب يا أستاذ أنا أبغاك وأسحب الأستاذ عند بره قالت إلى يا أستاذ أنا أسامة وأنا ترام المتفوقين في المدرسة حرفيا كانت صوررية المدرسة ، المتفوقين كذا 10 تمام ؟ ويضمون صورهم وأنا كنت من المتفوقين في المدرسة وصورتي محطوطة وأنا طفلا كذا وكذا موجودة في المدرس قال لي نظر ل ويقول لي يا ايوه ش عندك يا بطل ومدري ايش قلت له يا استاذ ولدك خذ مني كذا 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 وصوه فيني كذا وكذا 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 انا وش جاء في بالي قلت الحين بيقول خلاص يأتيك ألف عافية ابشر انا اتفاهم معاه يعني متعود على ابوي يعني اذا جاحد يشتكي مننا علي ولا على اخوي يجي محطنا ويطقنا وامور زينا يعني قل لي يقول لي انت انت تشككني يا ولدي انا من ربي ولدي سين وانا 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 انا قلت بسم الله اذا ايش فيه انا بغى اقول له والله العظيم ان ولدك سوى كذا شنون تقول ما تسوى كذا وانت تشككني وانت مدري ايش يلا قلبوشك يلا يلا قلبوشك الستاذ حربيا ذاك والله العظيم كان سيي وهو من اغرب الاساد اذا ليمروا علي وليكرهوني حربيا بلغة الانجليزي حربيا منهج الانجليزي كراهت اي جمعت الخير بشكل كبير بسبب استاذ واحد قابلته في حياتي حرفيا الطفل اللي قدامك اذا انت كنت مدرس او كنت ناقل المعلومة لا تكره في المادة اذا انت عندك ضغوطات داخل بيتك مع زوجتك مع اهلك تكفى لا تجيب المدرسة سوان كنت معلم او معلمة اذا انت عندك مشاكل او انت عندك مشاكل بينك وبين زوجت او منضغط او فيك نرجسية او فيك علوة على الطلاب لا تدرس لان نقل الرسالة او نقل المعلومة تحتاج شخص يكون متواضع لابعد درجة ويكون مسلم والمسلم ومن سلم المسلمون من لسانه في يدي لان الاستاذ هذا اني اقسم بالله العظيم اني ادعي عليه ما سمحته لحد الان ترى والله تكلم معكم جد ما سمحته لحد الان رأعلمكم الان ويصار بعدين فالمهم اجمعته خير بعد ما زبدلي الاستاذ كسر مجدادي في حرفيا وحسيت حرفيا ما في اي مفر من هذا الاستاذ تعبني 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 بشكل مرة كبير مالومة انه ولده سنوصل لهذه المرحلة والله العظيم انه يرى انه ولده وافضل واحد في المدرسة ويرى انه ولده ولي ما يخطي نهائية جاي يوم من الايام هذا الاستاذ درسني وكنته جمعة خير قاعد عالطاولة وقاعد اكتب قلم اتذكر اسمه لحد الان زبرا زد سفن قلم ثلاثة في واحد مشبك وتتش ويكتب انا اتذكره لحد الان مالومة داخل الاستاذ ثو داخل كان حصت خط طلع مدرس الخط الاستاذ انجليزي هذا يدخن سكر الباب اول ما دخل طبعا يعني كان يدرسني ولكن ما كنت منتبه انم شخصا ذا الدرجة نظرني كده قال لي اسامة اترك القلم قلت لا يبشر يا استاذ خاص بكتب الحين اخر حرف والحرف والله ناس يوش وقعد اكتب في حروف الخط تبك تك 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 وقفلت الكتاب وحطيته الا حصل واحد يا جماعة الخير يجي من وراي يصحب القلم تمام يروي عندي الشباك ويرمي القلم من الشباك ويرجع يا جماعة الخير مرة ثانية لي ويخبطني على ظهري كده خبطه ويمسكني من ورا كده ويقومني ويفتح الباب ويدف الباب ويسكر الباب هنا لا اخفيكم زعلت زعلت بشكل مرة كبير ما حد قد عملني كده اول مرة يجيني تعامل نفس كده فضل الموضوع صار شخصي بيني وبين هذا الاستاذ اللي هو مدرس الانجليزي يعني ما كملت عندك سبعين انا ليه تسوي بيني كده حسيت ان الاستاذ هذا شوي مريض ما هو استاذ واعي حربية بعكس الاستاذ اللي مروا علي في حياتي كانوا مرة يا اخي بروفيشينال مرة يعملونك كأنهم ابوك جام طردني برا وسكر الباب وروحت على طول مباشرة المرشد طلابي السلام عليكم استاذ كيف حالك والله السالفة كيت 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 ما ادري هل استاذ عشان الموضوع القديم هذاك فردني من الفصل ورمق لومي قال رمق لومك برا قلت لي والله رمق لومي طلاع معي المرشد طلابي الله اعطي الفعافي وبحثنا على القلم ما لقيته قال لي خلاص ان شاء الله ما يصير خاطرك طيب انا بكرا رح اكلمه ان شاء الله الامور زينة ولكن انت رجع البيت واذن الله مورك زينة وارجع البيت اجمعت خير وقلت مدى ابوي ان القلم مو معاي وانطقت داخل البيت يعني ما فتكهت في المدرسة انجلت في ابوي عودت رجعت اليوم الثاني للمدرسة ولكن انا اجمعت خير فراسي انتقام يعني لا اخفيكم لان المدرس هذا سبب لي عقدة عقول العقدة لحد الان تسري في دمي وقلت انا لازم انتقم من هذا المدرس وش يسوي هل طقه كبير كيف صغير طق كبير هل اروح اطق ولده وخليه يجي هل 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 دارت سيناريوهات مرة كثيرة فراسة لوح تكلمت المرشد قلت لا انا ما بغى ادرس عند المدرسة هذا قال والله يوساما ما فيه الا المدرسة هذا في هذا المدرسة يدرس انجليزي لان المنهج جديد ما كم سنتين وصير ادرس من عنده وانا متغصب ونجحني اجمعت خير على الحافة حرفيا خلصت الفس الدراسي الاول انجحت من عنده باقي الفس الدراسي الثاني وانا الانتقام يا اكل معي خلص الفس الدراسي الاول طبعا خلص وانا ناجح على الحافة مو ناجح بدرجة كويسة بعقس المواد الثانية لا ما كان من الاستاذ مو ذا الدرجة الاستاذ عي كان متقصدني ولكن كان عدم حبي للمادة وصلني لهذه المرحلة اني انا مستحيل اتقبل الاستاذ واتقبل مادته المهم ويجي الفس الدراسي الثاني ولاحظ ان الطلاب بشكل كبير حاقديني شوي على الاستاذ وانا اسمع منه واسمع منه واسمع منه ما جاء على بالي ان فيه ناس بتأيد كرهي لهذا الاستاذ انا سكت وقعدت تسمع وابغى اعرف وش الموضوع اللي حاصل ليه وش سبب كرهم الاستاذ هذا صار يجمعت خير الاستاذ حرفيا خاسفهم في الدرجات يعني معطيهم درجات مرة قليلة مو انا بس اغلبية طلاب ماخذين درجات ضعيفة هنا ايقنت ان المشكلة مو مننا المشكلة من الاستاذ هذا وفيه كذا طالب ما اخذ مقبول يعني لازم يشد حيلة فس الدراسي الثاني وينجح عشان برضو ما يعيدون سنة كاملة عشان مادة وحدة انت متخيل انك تنجح مثلا في عشرين مادة ترسب مادة وحدة يعيدون لك المواد كلها السنة الجاية وكانت فيه اختبارات اصلا نختبرونك اختبار اعادة ثاني المهم علينا انا والله العظيم اني كاره الاستاذ وكاره ولده شكل مرة كبير مرت الايام يا جماعة الخير خلاص مرة اول اسبوع ثاني اسبوع من فصل الدراسي الثاني في يوم من الايام انا قاعد كذا في الصف وكنت انا الله يسلمكم ورا قبل الاخير اللي تابع قصصي قبل الايام مدرسة انا اقول لكم اقعد ورا ولكن دافور يعني مو اقعد ورا الزاحف لا اقعد ورا دافور اقعد يا جماعة الخير واناظر الا فجأة يندف الباب اول ما ندف الباب الا يدخل المرشد ويدخل المدير ويدخل مدرس الانجليزي وكانت الحصة ذيك الايام كانت علوم ولكن باقي ما جاء الاستاذ جاء في راسي قلت اوكي مثل ما يصير كل سنة مع بداية الصف يعلمونا الاخلام المدرسة اذا جاء وقت الحريق او شيء داخل المدرسة هذه اشياء تعلمنا عليها ان يرن الجرس بشكل كذا باسلوب متناغم ونطلح لنا كلنا الطلاب ونروح للمنافذ الطوارئ ويكون الدفاع المدني برا هذه ايام اول كانوا يعلمونا اياها كنت فاكيد انهم بيعيدون السيناريو وقلت بيقولون هذا الكلام شوي اللي يقشرون على ثلاث طلاب هذا وهذا وهذا تعالوا الثالث انا قلتوا الساد انا هل هي انت انت ليه الساد في شيء لا لا تعال تعالوا تعرف كل شيء يسحبوني اجمعات الخير وطلعوني مع الباب انا والطالبين وكل واحد يناظر وش وش السالفة مدر ايش ونمشي كذا بالروح لالله يسلمكم لغرفة المدير كذا تكتوا تكتوا ونمشي كلنا وكذا ونناظرون فينا ان الناظر في بعض وانا من بعيد قاعد ان ناظر عند غرفة المدير في حوالي يمكن عشر طلاب تسع طلاب جاء في بالي ان الطلاب هذولي هم اللي بيجمعونهم طلاب النشاط ولكن الطلاب اللي هناك مو طلاب نشاط اعرف وجيهم زين انا هذوليك مو طلاب نشاط هذوليك طلاب نبغى نلعب كورة طلاب يبغون نجدول طلاب يبغون وطلاب ذلك قد هي ضره والندخج للمدير ومدرس الانجليزي والمرشد طلابي يقعدين ويدخلون طالبين طالبين دخلت انا ومعاي طالب ثاني ناسي والله منهم ولكن الطالب ذلك واضح انه حبيب والطيف يسألوني ويسألونه انت وين كنت امس طالب يقول انا كنت في المدرسة يا لا 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 وقت الفصحة وين كنت يقولهما أنا كنت في الساحة بعدين يلفون علي انت وقت الفصحة وين كنت انا كنت في الساحة فعلياً انا كنت في الساحة يا جمع passive يتistant أنا كنت في الساحة يا سيدا قلت علي يجمع الخيري يناظر كيفي الطالب يقلiksi أطلع الس see king and save you أنا خفت صكتَ باب خلاص طالب طلع إلي اسمع قبل كنت في الفسحه أنا Law 5 والله العظيم يا سيدا أني كنت في الساحة والله العظيم أني كنت في الساحة في الفسحة الأولى كنت في الساحة يوسامة vertices أخر مرة أصل طبعا أنا أول مرة أرى المدير ضايا أول مرة يا أخي هل هذا المدير هو حبيب وهذا كانَ أبوي ولكن إذا ضاد يتحول شخص ناني وين كنت فسأي في الصحة الأولى والله يا أستاذ أني في الصحة قال له يطق الطاولة تكذب أقسم بالله أني ما أكذب أني كنت في الصحة وأنا والله فعليا كنت في الصحة يا عيال كان لي وعدك بعدين لك عشر دقائق إذا ما يجيت وإعترفت لي أقسم بالله العظيم ما أعلمك وش أسوي بيك أنا هنا خفت وما أدري وش صاير تاكيد في شيء مصروق في شيء مأخوذ أنا ماليدخل والمشكلة أشوف فيه أستاذ الإنجليزي قلت أكيد أنهم أخذينها برضو يحقق معهم في شيء صاير داخل المدرسة أنا قلت بس في شيء مصروق أنا تأكدت أن في شيء مصروق لهم يسألون أيام الفسحة وين كنت قال لي أطلع بره لك عشر دقائق إذا ما يجيت وإعترفت لي أسم بالله العظيم يا وسامة أني لا أدق على الشرطة يا أستاذ والله العظيم إن مال يدخل أنا وش سويت الفسحة كنت في الساحة والله مال يدخل قال لي أطلع بره أطلع وأطلع بره يجي بعد خير وأقفل الباب وناظر الطلاب وناظر كذا يمين إلا فيه سبعة يصحون 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 يحياني شفيكم والله ما ندخل والله ما ندخل يتشفيش صاير الموضوع أكبر من الشيء اللي أنا متصورة الموضوع ما هو ما هو شيء عادي لا شيء فوق العادي أقول لهم فيكم شيء يقولون إن فيه واحد كاسر قزازة الأستاذ الإنجليزي الله كلا هذول مجمعينهم عشان واحد كاسر قزازة سيارة الإنجليزي مجمعين ناس واجد حقي تسي نفسي قريبة من لي كاسر من لي تجرى وكسر سيارة أستاذ الإنجليزي خلنا انتظر ونشوف شوي طالع يجبعة الخير مرشد قال يلا كل واحد يرعى فاصلة بنديكم الفسحة الثانية عشان باقي على الفسحة الثانية يجبعة الخير حصة وحدة بنا كنا في الحصة الثالثة باقي حصة الرابع بعده اللي هي الفسحة الثانية بلا والله يجبعة الخير في فسحة الثانية ما خلونا نتفسح نادونا ولكن كان العدد أقل احصروا كذا وطلعوا لي ما لهم دخل ودخلوا لي لهم دخل أحس يوم جينا في فسحة الثانية جمعة الخير اللي حنا ست طلاب يلا يدخلوا عند المدير من جديد يدخل المدير ويقعدنا كذا كانت فيه عنده قاعدة أرضية ليفطرون عليها بعض الأحيان طبعا جمعة الخير يوم دخلنا أنا ما أعرف من اللي جنبي واللي جنبي ما ينعرفه كاسر قزازة أستاذ الإنجليزي حين أنا عرفت هذه السالفة من الطلاب والمدير ما قال لي وش سالفة قال فكرت في اللي قلت لكم لأ أوش قال أفطرتو هنا لا ما أفطرنا قال يلا حين بيجي فطور ولكن هل فكرتو مشّي اللي قلت لكم ولا خل الشرطة تيجي طبعا أنا ما ساكت ما أقدر أقول شيء اللي ينطال قال لأستاذ وش السالفة قال فيه واحد كاسر قزازةستاذ الإنجليزي وحنا عندنا علم بالشي اللي صاير ولكن النبي يجي يعترف أفضل له طبعاً هم ما عندهم علم ما عندهم علم نهائية أنا في نفسي أصلاً فرحان بيني بينكم فرحان قلت يستاهل ولكن والله العظيم إنه مو أنا جواي أقول والله مو أنا بس إني مستأنس ويميقن إنه مو أنا مية بالمية شوي الأستاذ كذا يجيب أوراق ويقسمها مربعاتي جماعة الخير ويعطيني إياها حنة الخمس طلاق قال كل واحد يسجل اسم وطالب اللي يحس إنه واللي كاسر قزازة أستاذ الإنجليزي جماعة الخير ويسجلون الطلاب الأسماء وأنا سجلت اسم وقفلته وحطيته ويفتح طبعاً هو يقصد تسجيل أسماء الطلاب اللي هنا اللي موجودين جماعة الخير ينفتحوها حرفياً ما في ولا واحد سجل اسمي يعني أنا خارج حرفياً نطاق الشبهات يقرون الأسماء يقرون الأسماء وثبت على ثنين يعني المدير لا حسيت المدير الآن مشخص معاي شوي يا جماعة الخير لو يدخل مدرس الإنجليزي وسامة تعال ويأخذني يا جماعة الخير ويدخلنا بفصل كان فاضي ذاك الفصل ما في شي فاضي في طاولة ويدخلني ويقفل الباط ويطق قده كده على الطاولة وسامة لك خمس دقائق تعترف ولا ترى الشرطة جاية الآن قلت يا أستاذ وأعترف عليش قال تعترف أنك أنت كسرت قزازة سيارتي ولا لا ولا خمس دقائق والشرطة تكون موجودة قلت لأقسم بالله العظيم أنه مو أنا وإني ما لي دخل وإني ما كسرت ولا قزازة أوسامة لك خمس دقائق تعترف ولا ولا أنت يجي الشرطة طبعا أنا ويش سويت قلت يا أستاذ تبغت تجيب الشرطة تجيب الشرطة ولكن أقسم بالله العظيم أنه مو أنا لأنني خلاص قد فلت معي يعني ما تبي تعترف قاعد يقول لي أنا شاك فيك يا أسامة بسبب أن بيني وبينك صار موضوع قبل وبسبب أولدي وبسبب أن محمد علم عليه يعني فلاش باك محمد علم علي على إيش شوي اللي يقول لي قل عشان كذا حنا أبعدنا الشبهات عن محمد ومحمد علم عليك أنك أنت كاسر القزازة قلت محمد خوي اللي اشتغلت معاه قبل محمد اللي سوينا أنا وياه تجارة علم علي ويقول أنا كاسر القزازة أنا هنا جمعة خير والله العظيم صدمت محمد يقول أنا كاسر القزازة لا مستحيل محمد خوي يا الربع خوي اللي كنت أبيع معاه في المدرسة ونروح لحديقة كاني فلاش باك كاني فلاش باك يا جماعة الخير قلت انا لازم اتحرر في الموضوع واعرف وش يبي محمد من هذي الحركة ولي راي علم علي شوي اللي المدرس يقول قلت انا ترا سكت عنك وسامك اذا مرة رايح تجيب بضاعة قبل وتبيحها داخل المدرسة والمقصف انا اللي شغال عليه قلت اوه لا اقزم للاجعة كذا ايج يعني ارر قلت يعني المقصف حق استاذ الانجليزي ومحمد علم علي يعني محمد يعرف ولد الاستاذ يعني محمد ولي قال لهم طقوه وانا بروح البيت نور جعله يعني محمد كان يكذب علي اخ اخ يا جمعة الخير انصدمت صعقت صعقت حربيا صعقت وانا والله العظيم اني مسامحة محمد مسامحة انصدمت اني انا خوية مرة وبيني وبينها تجارة يسوي فيني كذا يسوي فيني كذا انا نظرت الاستاذ وسكت والاستاذ قاعد يتكلم يتكلم كنا الدنيا قفلات ما عدا بيسمع ما عدا بيسمع ما عدا بيسمع خلاص اعز اخوياي يعلم علي ويخليهم يطقوني ويكذب ويقول ما عدا الاستاذ انه سامة كاسر القزازة ليه ليه سوى كذا ليه قلت الاساذ نادي الشرطة انا معاد اتحمل والله خاص خاص نادي شرطة معاد اتحمل نهائيا نادي الشرطة والله يا جمعة الخير صدق وتجي الشرطة وتجي الشرطة يا جمعة الخير قال وين الناس اللي انتوا شاكم فيها ويدخل العسكري الله يعطيه العافية شخص وقسم بالله العظيم انه من اروع الناس اللي قد مروا عليه كيف حالك ابوي اخبارك طيب يا حبيب قلبي تعال يوسح ابني قال والله العظيم ان سعر القزازة ما تجي ولا امتيريال اسعلمنا عشان انا يقول انا بأدفع امتيريال ولا راح نسويلكم شيء ولا راح نوديكم الاحداث ولا راح نوديكم السجن ولا راح يصير اي شيء اسعلمون املي كاسر القزازة قلت والله العظيم انه مو انا وانه اقسم بالله العظيم ما ليه دخل نهائيا بس الاستاذ مسوي كذا 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 واقعد افك همومي للعسكري ذا قلت ان الاستاذ يقول كذا 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 فيني ولاني انا سويت كذا واني 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 عشان كذا شاك فيني قالوا شو اسمك انت قلت لو سامة قلت لو سامة خلك ابيك على جمع ويروح الله يسلمك يدور عالطلاب ويرجع بعاه طالبين يعني صرنا ثلاثة كيف حالكم يا ابطال طيبين من كسر القزازة قلت ميد العسكري انا والله قلت لك كل شيء وما ادري ما لي كاسر القزازة يلفون 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 حرفيا ما لقوا لي كاسر القزازة ما لقوا ما لقوا نهاية سألوا سألوا ما لقوا قفلوا على القضية الاستاذ يصلح قزازتها يصلح كل شيء الحين جاء الوقت اللي انا اتفرغ لمحمد محمد ليه سويت فيني كذا واطلع جوعة الخير ذاك اليوم الحصة الاخيرة كذا السابعة وانا طالع من المدرسة طبعا محمد طريقة على طريق بيتنا ولكن انا لفي مين هو يروح سيدة اوكي وامسك كذا محمد السلام عليكم كيف حالك محمد طيب امشي مش ابغى انا وش وش سويت ما سويت شيء قلت لا لا امش والله بغى سولف معاك مش ابغى كبغى وامش انا ومحمد محمد حركتك مالا داعي يوم تخليهم يطقوني وانا وسويت فيك كذا 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 وانا علمت كذا وانا دخلنا فلوس سوا واشتغلنا سوا الا يسكت محمد سكت سكت يناظر فيني ساكات تأن وجه مصفوق يالوا سامة اقسم بالله العظيم ان الكلام اللي قال لك يا الاستاذ انك كذبة في كذبة واني اقسم بالله العظيم ما اعلم انا الحين هذا يحلف وهذا خويي وهذا استاذ وانا يعني انا اللي رابط السيناريوهات في بعض محمد معلم علي ولا شلون ش السالفة صاير حال انا صادق يعني انا تخميني كان صدق لي قال محمد معلم عليك الاستاذ يعني بيتبلع الاستاذ على محمد شمعت الخير إلا محمد يصي عندي اقسم بالله انه مو انا وانه 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 اقسم بالله العظيم ما سويت هذا الشي قلت فس يعني الاستاذ كذاب وهذا خويه يعني اكذب خويه برضو يعني انا اصلا ما تخلي ما تخيلت ان محمد ما تخيل قلت محمد طيب ليه ذاك اليوم انحشت وروحت بيتكم وخليتهم يطقوني بعد ان جيت كذا فجأة قال والله العظيم صدق والله العظيم ان ما لي دخل ان ما لي دخل هذا ولد الاستاذ قلت تدري المقصف صار حق الاستاذ قال والله اني ما ادري قلت يا ولد احن محمد يدري ما يدري الاستاذ شو وضع هذا المهم محمد قال لي مسامة نبي خليك تصدق قلت ليه قال نمسك ولد الاستاذ ونحشرة في الزاوية اذا وصلت معنا نطقه خلاص اذا يقفلت لازم نطقه نخليه يتكلم قلت له خلاص كيف الطريقة وش نسوي علمنا شو نسوي قالوا سامة عندي لك طريقة يوم الاربعة فتطلع انا بالحقه واعرف وين بيتهم هما ابوه يتبلاني يقول انا قلت والله لاوريه وعلمه كيف يقولني كلام ما قلته كذل هابت سوي اللي تبغى والله جمعة الخير يجوا من الاربعة ومحمد يلاحق الولد اللي هو ولد الاستاذ طبعا ولد الاستاذ مايركب مع ابوه يرجع للمدرسة لان ابوه من احيان يطلع بدري لاحقه ومشه وراه مشه وراه لين ده البيت طبعا اول يا جماعة الخير اذا يجي تلتقي مع شخص او تبغى تصيد شخص صلي في المسجد حقه وتعرف وين فيه المهم يا جماعة الخير محمد يعرف البيت ويجي اليوم الخميس وسامة ترى عرفت البيت موعدنا ان شاء الله صلاة العصر نمسك الولد ونحشره والله يا جماعة الخير صد يوم الخميس نطلع العصر ونصلي العصر عنده في المسجد اول ما طلع المسجد يمسك المحمد قال تعال تالا بيك تعال تالتا العصر المدرسة تبقى بالمدرسة لما طقيقينك نبغى نعرف من اللي قال لابوك ان انا ابيع في المدرسة و انا صاحب التجارة هذي هذا الشي الأول وهلأ أبوك صاحب المقصب وليه جيتني الحديقة وطقيتني ونثرت الأشياء والله لا أترف والله لا أقول لك كل شي قلت رأي الله قل أنا جيتك في الحديقة خير يا جماعة الخير قال أنا جيتك في الحديقة ونثرت الأشياء لأنك كنت تخرب على أبوي البيع طيب من قال لك أني أنا قاعد أخرب على أبوك البيع واللي علمها يا جماعة الخير أني أنا قاعد أخرب البيع مو محمد صار جماعة الخير قالت أمك هو لي قايل لك قال أقسم بالله النجاني قال ترى وساما يدخل فلوس من يبيع في المدرسة بطاطس ما يخليهم يشترون من المقصف قلت وتوصل إلى المرحلة هذه أنك تروح تقول ومادري إيش قال والله أنه هو لي قال لي طبعا هنا أنا ما سكح طبعا لازم أرد تطقها اللي تطقني إياها الكف اللي كان في الحديقة أنا بس بطقك برد حقت اليوم تطقني في الحديقة كف ويمسح كذا وجه ما صاح للكف كان بصير الحين همنا ابن الذينة اللي معاي في الفصل خويي اللي 24 ساعة سولف لعن كل شي يعني مو محمد محمد كان في فصل ثاني هو ليشتغل معاي ويبيع وكل شي هذا ابن الذينة هو المشكلة معه طبعا هذا نعارفه زين انتظرنا يلين يوم السبت يوم السبت يا جمعة الخير الوعد تطلع بدون أي حرفيا أي مقدمات سكناه في الطلع بدون ما نساله دف ونطقه ونطقه ونشده ويشده 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 سطرناه يبكي ويروح اليوم الثاني يا جمعة الخير الشرطة جاية المدرسة إذا فجأة أنا دخلت إلا الشرطة قدامي الآن في الفصحة هنا تأونا مو في الفصحة لا في هذه حقته استريح بداية المدرسة إلا الشرطيين واقفين ويدخلون وندخل حنا شوي ينادوني مرشد والمدير تعالوا ساما واجي عند المرشد والمدير ويسحبني وينادون الطالب يروحون الغرفة نفسها حق المدير ويجون الشرطيين السلام عليكم عليكم السلام انطاق الولد هذا وحنا راح نوديك للسجن ليه تمد يدك على شخص صغير ليش تمد يدك وتأخذ حقك بيدك وناظر المدير كذا طبعا لانا جملة خير جتني الفكية وناظر المدير كذا ومدير يناظر بيني يناظر بيني يقول لي كذا المدير كنا كذا متحسر فهمت طبعا الموضوع هذا كله أبوي ما دره للحين لا لا مفروض ينادونه أبوي الآن بينادونه خلاص أبوي ما دره للحين قال لازم نتصل بولي أمرك عشان نعلم كل شي قلت لا إلا ولي أمري سووا كل شي إلا ولي أمري لأنه أبوي دره حرفيا راح أنطق طق مطبيعي كان المدير خاص بطسع ولي أمرك ويدق ويدق يرن أبوي ما رد ويرن ما رداني أبوي ما رد قال أبوه ما رد الحمد لله رب العالمين قال له يجي مدرس الإنجليزي النشبه ذا قال جلسال بمدريش قال لنا مطاقب مدري إيش قال لي هذا الطالب قاعد ياشرعي هذا الطالب مشاغب ومدري إيش ولللللللل وأنا نظر فيه كذا قل يصير خير بس رحي بس شوي يا جماعة الخير يدقون على أبوي المرة الثالثة مارات قال المدير خلاص أنا راح أتفاهم معاه وراح أتواصل مع أبوي ويكلم المرشد للمرشد يعرف أبوي ويجي يا جماعة الخير المدير ويسولف معي طعه طبع العساكر وطلع الولد قالوا ساما ليه سويت كذا وقعد أشرح الموضوع للمدير من الأيد للزد قل له المدير يا جماعة الخير تفاهم معاي وحب الموضوع وصار يعني كنا يقول يا ولد ذا معا حق معا حق ليه سوي كذا ذا وقعد أقول لسالفة من أول آخر قال الله سالفة لها سنة ونصة وسنتين لحد الآن تمشي وقعد أقول لأ قول لأ قول لأ المدير يا جماعة الخير قدر الموقف لأنا فيه قلت يا أستاذ بالله ما يستاهل أنه ينطق لأي يروح يعلم علي ولأي يقول لي كذا والمدير صدق ولي كان دافع الفلوس ومقفل على الموضوع وعرف الآن أن الأستاذ عقله عقل بزر زعل المدير زعل غير طبيعي زعل كذا كذا زعل صادق كني يقول لك أستلك بالله صادق قلت والله يا أستاذ أنا سوى كذا 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 وإنه أعيد للسيناريو القلت لكم يا كله من البداية للنهاية قال المدير طق صدرة كذا قال اسمعوا لدي أنا أول شيء آسف كذا قال لي أنا آسف على الشيء اللي مرت فيه والله إنه ما كنا ندري إنه الموضوع وصل للمرحلة هذي ولكن بما إنه الموضوع وصل للمرحلة هذي وتعدوا عليك في الحديقة وسووا فيك كذا 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 أنا راح أوقف معاك كنت صادق ولكن جيب شاهد على كلامك وتجيب لك شاهد ورح نادي محمد محمد تعال ويدخل على مدير قلت بالله تشهد إنه صار كذا 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 قال محمد لا وزودكم مش عربيت أنا الأستاذ قال له سامة أني أنا معلم عليه وأنا ما قلت له شيء أنا والمدير أم صدم مسك راسه شوي اللي يقول أنا شوف عدوات المدرس هذه كثيرة يعني في المدرسة في طلاب واجد ميدانونة أظن عقلة عقل بزر كذا في مخة طبعا قال موضوعكم عندي وأنا يرحل ولكن وعد ما تقولون أني أنا موقف ورا هذا الموضوع دامكم قلتولي وقلتولي الصد ترى أنا أثق بكلامكم إذا في أحد قاعد يكذب والله يمكن أنا أنسي جن بدالكم قلت له أقسم بالله العظيم أن الموضوع كذا قال له شوي ينادي المدير ينادي المدرس حق الإنجليزي تعال اطلعوا يا طلاب والمدير يا جماعة خير ترى كبير في العمر ما هو صغير يعني في ذيك الأيام يعني عمره ممكن في الخمسين اثنين وخمسين طبعا مو كبير اثنين وخمسين ولكن أقولكم أنه كان كبير علي أنا كأصغير والمدرس عمره يمكن توه 29 الله ماندي 29 لا والله يمكن 35-36 كذا قال الله أسمع أنا كذا الكلام كان هادي أنت كذا صار كذا أسمع أنا أسمع أنا أسمع وكان في فتحة كذا في الباب باب لون أخضر في فتحة أشوف وش قاعد يصير جوه الباب المدير قال له أشوف المدير يشتد بالكلام أنت كذا 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 وأسمع الصوت طلع بره يطقون شوي يجمع يدخل المرشد يهديهم هدوا مدري إيش هدوا فهمت والمدرس كأنه شوي يعني خايف أنا والله موقفت كذا وانت فهمتني غلط وانا 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 إلا المدير يجمع التخير يوقف معنا في صف نعم وقف كذا يجمع التخير وقفة مجنونة أناظر مشت المدير الفخم والله العظيم المدرسة اختاره مدير بروفيشينال المدير ينادينا وسامة محمد ادخلوا وصكوا الباب خلانا واثق في كلامكم يجمع التخير والله العظيم أني مستغرب المدير وثق في كلامنا وترك المدرس أنتم متخيلين أنه وثق في كلامنا وترك المدرس يعني ما وثق في كلام المدرس صدق الطالب قبل المدرس ولكن عرف منه الصح معاه لأنه ناظر في عدوات في أشياء كثيرة خلانا تكلمت على الأستاذ والأستاذ راح ينقل من المدرسة وما أدري إيش ما يعامل الطلاب عندك هذا ولكن أبغاكم تشوفون كل الطلاب اللي ميدانون للأستاذ تخليم يجون يعلموني وش الأسباب اللي ميدانون في الأستاذ وروح جعلت خير من الفصل يحيال كذا 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 قال كلنا ما نبغاه وروح المدير قلت له والله كلهم ما يبغونا أنه كذا تعامل وإنه وإنه ما يعرف وإنه وإنه فهمت والله جماعة الخير قلت له الشرطة رجعت مرة ثانية عشان تشوفوا وش صار قال لم المدير كذا عند الباب قال ما عليش ما هادي يدخل الموضوع عندي وأنا راح حله وبإذن الله أن الموضوع راح يزين قالوا لا أن الموضوع ارتفع عندنا وخلاص صار بلاغ يعني عام مدري مادي فيه نظام بس ما يدري وش قال له مدرسة انجليزة قال خاص قفلوا عن الموضوع حنا بنحله الله يعطيك ما الفعال وراحوا قال له يا جماعة الخير ما نقعد يمكن حوالي يمكن ثلاثة أسابيع اللي المدرس ما هو موجود ما هو موجود في المدرسة يجابه مدرس ثاني على طول وينادينا بعدها المدير أنا ومحمد أول جمعة يا جماعة الخير إذا نلتق الطلاب كلهم يبغى يلتقي فيهم وينلتقي فيهم يا في اليدية السعدة استريح تمارين الصباحية أو في الحصة السادسة بعد صلاة الظهر بنا نصلي وفي مسرح جنبنا حق التمثيل وما التمثيل بنا يعني فيه مسرح كذا صغير يوقف الأستاذ بعد الصلاة على المسرح ويمسك المايك السلام عليكم وطلاب كيف حالكم طيبين أسامة محمد تعالوا انا نجوا نمشي طقط طقط كذا ونرقى فوق هذول الطالبين صار لهم كذا 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 وأي مدرس يعاملوا الطلاب هذولي اللي قدامي سوان في المسرح أو على السجادات طريقة لا تليق بالمعلم راح أكون أنا خصمة وأي واحد يضركم أنا موجود أنا والمرشد الطلابي حنا حبينا يا جماعات الخير نحنا نكرم الطالبين هذولي وسامة ومحمد على اشياء سووها ما رح نقولها لكم ويطلع المدير يا جماعة الخير خمسين ريال يعطيني ويطلع خمسين ريال ثاني ويعطيها محمد ونطلع كذا يا جماعة خير بمسرح حسين انحنا منتصرين بشكل كبير وامنت في النهاية لو اسمع اي كلام عن خوي محمد باي سوء ما رح اصدقه للم اشوفه بعيني ما توقعت ان فيه شخص كبير في العمر يكذب على لسان صغير حرفيا ما توقعت نهاية طبعا الاستاذ هذا لو اشوفه الآن ما رح اسوه الاشيي والله ولكنكن ااكن لها كره بشكل كبير استاذ الانجليزي لانا عقدني يعني متخ Carry ان اجح في كل المواد اوله متوسط ثاني متوسط ثانات متوسط اوله ثانوي ثاني ثانوي ثالث ثانوي ما انجح في الانجليزي بطقاق انجح في الانجليزي دخلت يا جماعة خيره الجامعة وادرس في الجامعة اي شي غير ماده الانجليزي حتى لو اني ادرسها بالانجليزي اجيب فيهادرجة فول إلا مادة الإنجليزي نفسها ما جي فيها درجة زينة والله العظيم أني على ما أقوله شهيد أني كنت أنجح شوفوا يدرسونا بالإنجليزي منهجنا بالإنجليزي أنجح ولكن تجيني في مادة الإنجليزي ما أنجح عقدة عقدة من القواعد عقدة من الحروف عقدة من كل شيء وإلى هنا وصل نهاية قصة اليوم أتمنى إذا عجبتك هذه القصة تضغط على زر لايك وتشتركوا في القناة وتعطيني رأيك في الكومنتات تحت شوفكم مالاهي جميعاً الخير اشتركوا في القناة